أشهد سعادة الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية بالنتائج الإيجابية الهامة التي أصفرت عنها زيارة جلالة الملك المفدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومباحثات جلالته مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزة لسعود سعادة السفير أشار إلى أن الزيارة اكتسبت أهميتها الخاصة من خلال التوقيت الملائم وطبيعة الظروف السياسية والتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة الخليجية والعربية ومخاطرها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ونومها الشيخ حمود بما اتفق عليه العاهلان من مواصلة تنسيق جهودهما لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله على المستوى الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح الوطنية والإقليمية والعربية والمجتمع الإنساني وأشار سعادة السفير إلى أن مشروع جسر الملك حمد سيكون إضافة نوعية إلى المشروعات الثنائية الخليجية المشتركة وهو شريان جديد يعزز مسيرة التعاون الخليجي ويضيف بعدا جديدا إلى عوامل الأمن والاستقرار ومعطيات التقدم في البلدين وسائر دول مجلس التعاون الخليجي موسيقى